اهلا بكم مرة تانية خلاص دقايق قليلة والان يطلق الحكم البنيني صافرت نهاية مباراة الاهلي وينج افريكنز الاهلي في دور الثمانية لدوري ابطال افريقيا وينج افريكنز تاني المجموعة وشباب بلوزداد لم يستطيع طبعا هو متقدم تلاتة صفرة على ميدياما الغني ولكن بلوزداد دلوقتي خارج الحسابات والاهلي وينج افريكنز هما التأهلوا في دور صعدوا الى دور الثمانية طبعا شايفين يمكن الشناوي حارس مرمان الاهلي طبعا هيغيب لفترة طويلة ونتمنى له صرعة الشفاء والعودة مرة اخرى الى مصر المنتقب مصر والنادي الاهلي موجود في المباراكة موجود في المقصورة يمكن مع كابتن حسام حسن في مقصورة استاد القاهرة وهو دلوقتي مع اللعبة في ملعب المغرى يمكن كل اهم حاجة زي ما قلنا النهاردة ان هو يطمئن على اللعبة اللي عنده من النهاردة لحد يوم طبعا الصفر هو غالبا الاهلي ممكن يسافر يوم الثلاث الجاي عشان يستعد طبعا لنهائي كأس مصر قلنا زي ما قلنا في المملكة العربية السعودية وتحديد في مدينة اه الرياض. زي ما اليك هو لسا عنده مباراة هتكون يوم الاحد قلنا امام اه سوار الغيني. طبعا بالتأكيد كدر زي ما قلنا اه عمل تغييرات كتير اللي انا اتكلمت عليها اه بعد اه بداية الشوت الاول طلعنا وقلنا ان في تغييرات هتحصل هيريح بعض العيبة وهيدفع بافشة وهيدفع بطاهر ويدفع بردة سليم. فهو فعلا نزل اه امام عشور ووسام ابو علي وطهر محمد طاهر وخرج كوكا والشحات ومودست. اما ده كان في الديئة تقريبا اربعة وسبعين. طبعا عارفين طاهر محمد طاهر اللقطته الشهيرة في اه المباراة اه السابقة في الدوري وان هو كان حزين ان هو لم يشارك في المباراة وكان امام عشور قاعد جنبه طبعا في لقطة كانت صعبة جدا لان طاهر زعلان ان هو ما شاركش في المغراء السابقة لكن النهاردة ادى له فرصة من ديئة اربعة وسبعين هو وعشور وسام ابو علي. يمكن بعدها بسبعة دقايق كولر اجرى تغيير تاني بنزول افشة وريدة سليم وخروج عمر السلية وفيرسي تاو خاص اطمئن لنتيجة واطمئن للمغراء يعني اه خلاص يعني الاهلي اه ضمن اه التأهل فاتده رايح بعد الاعبيد ان احنا قلنا عليهم اللي هو هايغيرهم اه بعد يمكن اه اه تلت ساعة من بداية الشوت التاني سايفين زي ما قلنا احمد الشيناوي بعد نهاية المباراة مع لعيبة النادي الاهلي في اه الملعب بيهنيهم على طبعا الاداء والفوز وصعود النادي الاهلي الطبيعي المنطقي ان الاهلي يعني اه يكون موجود في دور التمانية في دوري ابطال افريقيا مبروك طبعا للنادي الاهلي مبروك لكل جماهير الاندي الاهلي اه طبعا ولزال المشوار للبطولة المفضلة لدى جماهير الاحمر وهي بطول الدوري ابطال افريقيا واللي طبعا بتاهل ايضا الى كأس العالم للاندية واللي الاهلي متعود ان هو اه يكون موجود فيها كل سنة يمكن في الدوري المصري زي ما قلنا في مباريات شغالة في اثناء مباراة الاهلي كان في مباراة قلنا اه المؤولين العرب وسيروميكا كلوباترا وتقدم سيروميكا بهدف في نهاية الشوت بهدف اه ذاتي استضاع اه سيروميكا من كرة عرضية لعبت بالعرض لمست اه رأس اه محمد سامير تقريبا وراحت راجع وراه لا اه اه احمد الشيمي اللي تخبط فراسه اه بدون قصد يعني وتدخل اه هدف سهل جدا في مرمى اه في مرمى اه المؤولين العربي اللي هو دلوقتي قصرا واحد سفر و اه لسه اشغوط تانية اه قدامه دقايق ويبدأ الاشغوط التاني مؤولين العربي في موقف صعب جدا ما بنعرف يمكن بعد طبعا اه تولي كابتن محمد عودة المسئولية بعد رحيل كابتن شاوي غريب يمكن مبارتين والفريق يعني ما استطاعش ان هو يسج يحقق اي فوز في اه المبارتين وبيتزيل جدول المسابقة المبارت تانية قلنا فاركو استطاع الفوز على البنك الاهلي اتنين اه واحد وتاني فوز لفاركو في اه الدوري المصري دوري النيل الزمانك طبعا بيستعد لمباراة صوار الغيني اللي هتكون يوم الحد جاي الساعة السادسة اه مساء وبعدها على طول يبتدي اه جومز ان هو يفكر في اه نهائي كأس مصر وهتكون يعني مباراة صعبة جدا لجومز اه مع النادي الاهلي وبطولها هتبقى بطولة طبعا جدا لو استطاع ان هو هيكون يعني هيكون فرق عند جماهير نادي الزمانك لو استطاع الفوز في المباراة نهاية لكأس مصر الزمانك طبعا فاز فوز صعب اه اه امبارح بهدف رائع لعمر اه جابر والفريق طبعا كان مريح لعيبة كتير او امبارح اه جومز لكن اكيد في مباراة اه صور الغيني ممكن يكون في لعيبة تانية طبعا في لعيبة طبعا اش متأيدة اه افريقيا زي طبعا عبدالله الصعيد ونصر ماهر والسيف كل دول كانوا بالمقايدين افريقيا مع اه فاكيد هيكون في تشكيل تاني مختلف عن تشكيل لشارك في اه مباراة اه الدوري بالامس طبعا نابلوك تاني للنادي الاهلي التأهل دور الثمانية وطبعا عندنا ايضا في مودرن اه هلعب بعد بكرة وبيرامدز هلعب بكرة مع نوازيبو اه بطل موريتانيا طبعا بيرامدز خارج السباق بعد طبعا الخسارة من اه بطل الكنغو في المباراة السابقة طبعا بالسلاسية اه وتأهل ايضا اه فريق سانداونز كاول للمجموعة في مجموعة فرمز اللي حظوا اه اه المباراة طبعا كان الحكم سيء جدا الحكم الغاني في ضربة جزاء يعني لا يختلف عليها اثنين لم يحتسبها بعدها على طول استطاع اه فريق اه الفريق ان هو يسجل اه ثلاث اهداف هدف الشوت الاول وهدفين في الشوت الثاني اللي بيروح الكنغو دا طبعا ما بيكسبش خلص ملعب الكنغو دا ملعب صعب جدا على كل اللي بيروح يلعب فيه ملعب اه نجيل صناعي وااجواء المطشر تبقى صعبة جدا في اه يعني حظ افضل في المباراة السابقة ومودرن فيوتشر عنده اه مباراة ايضا اتمنى له كل التوفيق ايضا ضمن التأهل الى الكلوم فدرالي الافريقية مع نادي الزمالك ان شاء الله سيكون معنا استوديو اه يوم الاحد عن مقبل مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكلوم فدرالي الافريقية الزمالك تأهل خلاص والمباراة حصيل حاصل يمكن هاي اه يطمن فيه ايضا جمز على بعض اللعبيين وعلى الشكل هاي يواجه به انادي الاهلي طبعا هيكون تشكيل مختلف خالص عن تشكيل اللعب في اه مباراة الدوري المصري بالامس الاهلي عنده افضلية ان هو هيرايح لحد يوم اه تمانية مارس من النهاردة لكن الزمالك هو بس اللي هيبقى عنده مباراة بعد بكرة بعدها عطول يستعد طبعا لمباراة اه الاهلي في نهاية كأس مصر وهتلاقي ممكن الزمالك يعني اه هيسفر ايضا في نفس التقويت اللي هسفر فيه الاهلي ممكن يوم الثلاث على الاكثر هيغادر الى مدينة الرياض للاستعداد لمباراة نهاية الكأس مصر اللي هتقام في استاد الاول بارك في مدينة الرياض واللي بيسع لخمسة وعشرين الف وتفرج نفذت تذاكر المباراة بالكامل بعد اه طرحها في اه المملكة العربية السعودية كل توفيق نحن للاندية المصرية في اه دوري ابطال افريقيا او في الكونفدرالي الافريقية ان احنا ان شاء الله نكون في المباراة النهائية سواء هنا او هنا في دوري ابطال او في الكونفدرالي. اشكركم على اه حسن المتابعة وان شاء الله يوم الاحد موراة الزمالك والصور الرغيني والستوديو تحليلي واترككم بعد قليل مع كابتن عاد العقل وتحليل اداء الحكم البنيني اللي ما كانش فيه يعني حالات صعبة النهاردة في المغراء شكرا ليكم كما لكم وليد ماهر من تليفزيون اليوم السابع اشتركوا في القناة